بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حباب قلبي عاملين ايه? النهاردة بقى يا حباب قلبي جايين بتركات وبحركات. فراخ المشوية على الفحم. طبعا احنا عملنا الفراخ المشوية قبل كده في الفرن. ومعايا المقادير بتاعتي. معايا فرختين مخسولين ومنوعين جدا جدا بالملح وباللمون وبالتحينة عشان الزفرة. ومعايا نص كوب خل ومعايا كباية بصل معصور ومعايا نص كباية لعصير لمون ومعايا قلب الزبادي. ومعايا بقى قدير. معايا توم بودر. معايا بابريكة. سكر. آآ ارفة. آآ اللهم صلى على سيدنا النبي شطة. فلفل اسود. روزماري. توم بودر وزعتر. وفلفل بتاعته ملحة ملحة بيض. وبنسمي الله وبنعمل كده في الفراخ طبعا احنا قصناها في الفيديو السابق وزي ما انتم شفتوني يا حباية بقلبي. وبننزل كده على الفراخ عشان يخلي السيدر يبقى طري. ندقوا عليه شوية كده. بنجد السكينة ونعمل في فتحات كده. اهو يا حباية بقلبي. بالشكل ده. ومن هنا برضو. عشان تشرب جدا جدا من التدبيلة. اهو. بالشكل ده. بنعمل في فتحات كده. اهو. عشان تشرب من التدبيلة. زي ما انتم شايفين كده. تمام? بسم الله الرحمن الرحيم بننزل. بالبابريكة. وده السكر. عشان يخلي الحاجة تستوي. ويدها لون كرمالة كده وجميل. ده التوم البودر. وده الزعتر. وده البصل البودرة. وده الرزماري وده الفلفل الاسود. وده الشطة وده الملح اهو. بنزل بكل المكونات الجافة كده مع بعضها. بننزل بعصير البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حباب قلبي. بننزل بالخل. بننزل بعصير اللمون. ومعي واحدة علب الزبادي. طبعا احنا عملنا فيديو للزبادي ما شاء الله تبارك الله. وزي ما اقولت لكم يا حباب قلبي اي حاجة قبل ما نعمل اي حاجة في الاكل. نسمي الله ونصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان ربناك على الاكل في بركة. فهو يا حباب قلبي مش عايز اقول لكم ما رشاء الله طحفة طحفة طحفة. بعد ما عملنا المكسر كده بالشكل ده. بنزل بها بالفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليها شرف المرسالي. مش عايز اقول لكم يا حباب قلبي والله يا الرحة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الفراخ يا حباب قلبي بيبات لي لكاملة في التدبيلة دي. باللفاء بستريتش وحطها في التلاجة. بيبات لي لكاملة في التدبيلة دي. عشان لما تتحط عشان تبقى شربة بالتدبيلة وتبقى جميلة كده ما شاء الله بيبات لي لكاملة باللفاء بلستريتش وببات لي لكاملة في التلاجة ونطبح بقى نحطها على الشباب. رز هو هي حباب قلبي. بس لناها نصفنا. بكل رز وحطناها في البرام. دي بالنسبة الرز المعمر اهو. نخسله نصفيه كويس. بنابقى لو فيه حباش تتحطها في ارضية الجرام كده. بيبقى جميلة بقى ما شاء الله تبارك الله. نبقى كده. ننزل بنقطة زيت كده. ونزل بنقطة زيت كده. واحدين ننزل بنقطة زيت كده. وعادين ننزل بالحليب. بسم الله رفهم لكم. نجدة. كشف ملحة بيض. ونسيبه بقى لما يشرب اللبن خالص. وبعدين بنزووده برضو حليب ونحطه في الفرن. فرن صف اللي لسا نخلصين حتى بزي العشة. ان شاء الله. نحطه كده الآن فرن صف اللي لسا نخلص. اهو. ان شاء الله. نوضي الماء خالص بقى ونسيبه. الفراخي هي يا حباب قلبي بعدين ما طلعناها من التجليل. وده الفحم ان شاء الله واللي عين هو. هنحطها على الفحم ان شاء الله. شوية ونعلكو تاني. ده يبقى بالفراخ على الشوية هيت على النار زي ما انتم شايفين. ده هيت. ما شاء الله. ما نتحسيها. الريحة ما شاء الله مع التدبيلة ما شاء الله. تبارك الله. طلع ضحفة. هي تلافت شوية علشان الفحم كله كان متجاوم في المص ونركت عليها شوية. فانتم بتحاولوا ووزعوا الله الفحم كده. الشوية عمود ايه? عشان هي تلافت شوية. الريحة ما شاء الله يا تبارك الله طلع تحفة. اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد صلاة. تنحل بقى العود وتنفرج بقى الكربات يا رب العالمين. او يا حباب قلبي. ما شاء الله تبارك الله الريحة طلع تحفة. حبيب قلبي زي ما انتم شايفين بالسلام على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبركينا دي. الفراخ قرابي خلاص تستوي دخلت في السوى. وطبعا بنا معليين الرخام ده عن الشوية عشان ما يبقاش وقاية قوم الفحم من الفراخ ويشمطة ويحقها. وهو حبيب قلبي. زي ما انتم شايفين بالشكل ده ما شاء الله تبارك الله. خلاص قربت تستوي دخلت في السوى ما شاء الله. ان شاء نفطها بس في الحلة عشان تفضل زخمة. زخمة. لسة شوية على المدين. اولا حباب قلبي بالشكل ده. ايو. اولا حباب قلبي بالتراخ بعد ما تلعت من من الشوية. ودي شكل الرز بعد ما تلع من الفورمز اللي في الجرام. وعليكم بقالف عانة وشفا. وعلى اللقاء في فيديو ما اخر. ولا ننسونا بسابسكرايب ولايك وشير. وتمتم في امان الله.